بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشف الأبيع ورسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب اليقين والتوكل عن أم المؤمنين أم سلمة وأسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث أم سلمة هند زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضمن ذكر سبب من أسباب تحقيق التوكل على الله عز وجل وذاك من طريق الإقبال عليه بالسؤال والطلب والدعاء والإلحاح في تحصيل المطالب وإدراك ما يؤمل والسلامة مما يخاف ويكره تقول رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أي من بيته إذا خرج من بيته سواء كان ذلك الخروج إلى الصلاة أو إلى غيرها من الأعمال الدينية والدنيوية كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله بسم الله أي أفتتح ذكري ودعائي بسم الله عز وجل الذي قال عنه تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فمن بركته أنه تفتتح به الأمور جل في علاه فمن بركة أسمائه سبحانه وبحمده أنها تفتتح بها الأمور طلبا للعون والتوفيق والتسديد وحصول المطلوب توكلت على الله أي أتوكل على الله عز وجل وأعتمد عليه في خروج هذا في تحصيل كل مطلوب والتوكل هنا شامل لكل ما يسعى إليه الإنسان من مصالح دينه ودنياه فإنه لو لم يسر الله تعالى للعبد ما يطلبه ما تيسر مهما كان سواء كان مطلبا دينيا أو دنيويا والله لو لالله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا هذا في المطالب الشرعية الدينية والدنيوية فكل شيء بيده جل فعلا وإليه ولا يمضي إلا بأمره فلا تطلب شيئا إلا من قبله لتدرك ما تؤمل فقولك عند الخروج بسم الله أي خروجي بسم الله بمستصحبا اسم الله عز وجل في هذا الخروج طالبا منه العون والتوفيق مفتتحا به مستجلبا كل خير مستدفعا كل شر بسم الله توكلت على الله ثم جاء السؤال والطلب فقال اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه أربع مسائل كل مسألة من شقين المسألة الأولى اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أظل يعني يقع الظلال وهو الخروج عن الصراط المستقيم من قبل نفسي فأترك الهدى من قبل نفسي بعلم أو بجهل فإن كل من خرج عن الصراط المستقيم قد ظل سواء كان عالما أو جاهلا والشق الثاني من هذه المسألة سلامه من الظلال أو أظل أي أن يظلني أحد بأن يهديني إلى غير الهدى أو يقودني إلى غير التقى أو يزين لي الردع والثاني أو أزل أو أزل الزلل هو الخطأ الحاصل من الإنسان سواء كان ذلك بفعله أو بتزين غيره فإن الزلل هو الفعل الخطأ والفرق بينهما فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الضلال يقع بعلم أو بغير علم والزلل قال بعض أهل العلم أنه ما يقع من المخالفة خطأا فهو استعاذ بالله من أن يقع منه خروج عن الصراط المستقيم بخطأ وهذا من كمال الطلب أن يطلب الإنسان الله عز وجل السلامة من الانحراف ما كان من قبل نفسه وبفعله وما كان من جراء خطأه وعدم قصده أو أزل أي أن يزلني أحد فيقعني بالخطأ من غير قصد أو أظلم أو أظلم ما تقدم من الضلال والزلل يشمل كل شيء لكن ذكر الظلم هنا على وجه الخصوص لعظيم حاجة الإنسان إلى السلامة منه لسي ما في خروجه لأن خروجه موضع مخالطة الناس وموضع التعامل معهم وما أكثر ما يبغي الناس بعضهم على بعض كما قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض والبغي هو الظل فاحتاج إلى أن يسأل الله السلامة من أن يظلم فقال أو أظلم سواء كان ذلك في النفس أو في المال أو في العرض أو في غير ذلك أو أظلم أن يقع علي ظلم من غيري وأما رابع المسائل فهو السلامة من الجهل أو أجهل أو يجهل عليه والجهل يطرق على شيئين الشيء الأول عدم العلم وهذا هو الغالب في الاستعمال من لم يعلم شيئا فقد جهله والمعنى الثاني من معاني الجهل عدم العمل بالعلم يعرف ويعلم لكن يخالف ذلك وهذا المعنى قليل حضوره في أذهان الناس في معنى الجهل فالجهل هو عدم العلم وهو أيضا عدم العمل بالعلم لقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين أعملون السوء بجهالة قولوا يعملون السوء بجهالة يعني يعملون السوء وهم يعلمون وليس المقصد بجهالة أنهم لا يعلمون لو كانوا لا يعلموا ما أوخذوا إذن التكاليف تابعة للعلم لكن الجهالة هنا هي عدم العمل بالعلم ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه قال يا ابن استوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية فيك جاهلية يعني فيك خصة من خصال جاهلية بترك العمل بالهدى وما جاء به دين الحق وهذه الدعوة الأخيرة الرابعة وهي السلامة بالله الاستعاذ بالله من أن يجهل أو يجهل عليه شاملة لكل المعاني السابقة فإنه يحصل بها السلامة من الضلال ومن الإزلال والزلل ومن الظلم ولذلك قال أو أجهل أو يجهل عليه ويمكن أن يقال إن الجهل هنا المقصود به الاعتداء فذكر الظلم المتعلق بالأعراض والمتعلق بالأموال ونحوها ثم خص الجهل وهو المخاصمات والهيشات التي تكون بين الناس فهذا يسمى جهل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يسخب ولا يجهل يعني ما يخاصم ويهاوش ويدخل في جدال ومناقشة فقول أو يجهل أو أجهل أو يجهل علي يحتمل هذا المعنى أي أن أقع في خصام ومجادلة وهيشات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهيشات فقال إياكم والهيشات يعني الهواش في الأسواق وذلك أن الأسواق محل الخصام والمشاجرات والمماحكات التي تقع بين الناس هذه أربع دعوات يقولها أربع معاني بشقيها أن تكون من الإنسان أو أن تكون واقعة عليه من غيره أن أظل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي من حصلها كان خروجه راشداً سالماً من كل مؤاخذة محصلاً كل فضيلة وحسنة ومفتاح ذلك أن تلجأ إلى الله في تحصيل هذه المطالب ولذلك افتتحها بذكر التوكل بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو يجهل أو يجهل علي كل ما خرجت من بيتك قل هذا الذكر فإنك ما قلت ذلك الذكر إلا ونلت من الله خيراً وفضلاً وهذا الحديث فيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى تعليم أمته حيث كان يظهر هذا وتحفظه عنه وأحفظه عنه أصحابه وفيه أيضاً أن النبي على عظيم ما جبله الله من الأخلاق الفاضلة والسجاية الكريمة محتاج إلى عون الله في السلامة من الظلال ومن الإزلال ومن الظلم ومن الجهل فلا غنى بأحد عن أن يلح على الله في الطلب وفيه فضيلة التوكل وأن التوكل مفتاح العطايا فمن توكل على الله فهو حسبه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وفيه افتتاح الدعاء باسم الله فإن اسمه مبارك جل في علاه وبركة اسمه يحصل بها للإنسان كل خير ولذلك تأمل سورة الرحمن بماذا افتتحها الله عز وجل بيش الرحمن بماذا ختم السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ما الذي بينهما بينهما ذكر آلاء عظيمة وفضاء الكبيرة في الدنيا والآخرة وإذا كان يقول في الآيات وبينها فبأي آلاء ربكما تكذبان كل هذه الهبات والعطايا والخيرات هي من بركة اسم الرحمن ولذلك ختم السورة بالتنبيه إلى أن كل ما تقدم هو من بركة اسمه سبحانه وبحمده تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لكن قلهم استحذرا عظيم البركة باسمه فإن أسماءه مباركة يحصل بها صلاح القلب واستقامة العمل وإدراك مصالح الدنيا والآخرة نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد في القول والعمل أن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم على نبينا محمد